السلام عليكم كيف كانت زيارتك يا شاكر لمعرض الهوايات؟ كانت زيارة رائعة فقد زرت جناح الطوابع وجناح الخط العربي أما أنا فأود زيارة جناح الصحافة ولكن قبل ذلك دعوني أخبركم عن ضمائر الجر المتصلة يتصل الاسم بضمير الجر ياء المتكلم مثل القراءة هوايتي والسفر هوايتي كما يتصل الاسم بكاف الخطاب كقولنا لشهاب ما هوايتك؟ هوايتي كرة القدم وأنا كذلك يا شهاب أحب كرة القدم وكقولنا لسميرة ما هوايتك؟ هواية التدبير المنزلي وإعداد الطعام العربي ما شاء الله ما شاء الله نأتي إلى الضمير الأخير وهو هاء الغائب للحديث عن الغائب فنقول لشاكر السفر هوايته أما سميرة السفر هوايتها لا يا معلم أمين أخبرتك قبل قليل أن هواية التدبير المنزلي أوه صحيح صحيح حان دوركم يا أعزائي أخبروني عن هواياتكم المفضلة ما سلامة أخبروني عن هواياتكم المنزلي